السلام عليكم متابعي قناة طبتنا رب نأمل أنكم بخير وأنكم مساعدون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة للإنسان قدرة تحمل قد لا يعرف عنها إلا عندما تضطره الظروف إلى الاتكال عليها وكثيرا ما تدفعه للتمسك بالحياة حتى يلقى عزيزا أو ينهي أمرا شغل باله ووقته من قبل في حلقتنا لهذا اليوم سنعرفكم على قصص أشخاص أدهشوا العالم بقصص نجاتهم من الموت رغم ما واجهوه من أخطار في المرتبة العاشرة تقم الغواصات الروسية سنة 1960 أي في خضم الحرب البردة كانت الغواصات السوفيتية تتدرب على إصابة الأهداف بإطلاقها تربيدات على أهداف محددة وكانت التداريب عادية ولم ينتظر أن تحمل خطرا للمشاركين فيها إلا أن الغواصة بروجيكت ستمائة وثلاثة عشر ذات طاقم مكون من أربعة عشر شخصا شكلت الإستثناء فالمسؤول عن إطلاق التربيدات لم ينتبه إلى أنه أخفق في إطلاق التربيد ولم يحتاج الأمر إلى وقت طويل لينفجر داخل أنبوب الإطلاق ويتسبب في غرق الغواصة إلى قاع المحيط وأمام هول ما حدث تفكك هارم القيادة وانتشر الذعر قبل أن يبرز أحد المجنادين ويطلق عائرة نارية من مسدس لإرغام بقية أفراد الطاقم على التوقف والانتباه إليه لتكون الأوامر أن يتجه الجميع إلى غرفة إطلاق التربيدات ويستغل الفجو التي شكلها الانفجار في بدن الغواصة لتقليل فرق الضغط بين داخلها وخارجها لتسنى لهم مغادرتها سباحة دون التأثر سلبا من اختلاف الضغط إلا أن منهم تسرع وحاول مغادرة الغواصة قبل تعود جسده على الضغط الخارجي ليصل إلى البر بعظام مكسورة ورئتين متضررتين لكن الطاقم كله نجح في البقاء على قيد الحياة في المرتبة التاسعة جوليان كوبكي جوليان فتاة ألمانية تعيش في البيرو مع والدها عالم طبيعة وذات يوم أثناء سفرها ووالدتها بالطائرة لمنطقة أخرى من البلد لزيارة والدها فجعت الطائرة بعاصفة أسقطتها بعدما أحدثت فيها فجوة وقعت منها جوليان في غابة الأمازون حيث السفقة تجد نفسها بعظام مكسورة وبصر متضرر لأن ذلك لم يمنعها من تذكر ما تعلمته في طفولتها لتتبع النهر الجاري آملة في الوصول إلى تجمع بشري يضم من قد يساعدها وفي رحلتها هذه والتي استمرت تسع أيام وجدت قاربا وبرميل بنزين لتستعمل هذا الأخير عبر سكبه على جزء من جسدها كان مليئا بالديدان التي تنهش جسدها وتنجح في تخلص من الكثير منها قبل أن يجدها مالكو القارب ويأخذوها في رحلة دامت سبع ساعات إلى المستشفى حيث تلقت المساعدة الضرورية لتنجو وتحكي لاحقا عن تجربتها في كتاب عنوانته عندما سقطوا من السماء في المرتبة الثامنة هاربون من سجن جولاغ السوفياتي استطاع فيتو غلينسكي وهو محارب قديم في صفوف الجيش البولندي رفقة زملاء له أن يهربوا من سجن جولاغ السوفياتي سيء السماء شهر فبراير من سنة 1941 لاضطروا إلى المرور وسط ثلوج وجليد المنطقة السيبيرية البردة ثم صحراء جوبي قبل أن يتجاوزوا قمم الهاملايا وكل هذا لبلوغ منطقة أمنة يسلمون فيها من بطش جنود الاتحاد السوفياتي وحسب ما جاد به فيتو من معلومات فقد اضطرت المجموع لامتصاص المياه من الجليد والثلوج والاعتماد على طرق صيد بداية لسد جوعهم حتى بلغوا الهند التي كانت وقتها تحت الاحتلال البريطاني فأي أسهل عليهم طلب المساعدة وقد انتظر ستين سنة لمشاركة تفاصيل قصته مدعيا أنه لم يرد أن يتذكر ما مر به ولخوفه من التسبب بالأذى للمعتقلين المتبقين داخل السجن نفسه وقد استحي كتاب دولونغ واك مما حدث معه في المرتبة السابعة الناجون من تحطم طائرة في جبال الأنديز سنة 1972 تحطم طائرة صغيرة في مرتفعات جبال الأنديز وعلى متنها فريق ركبي مكون من 44 شخصا تنوع بين اللاعبين وطاقم التدريب أثناء توجههم لإجراء مباراة في الشيلي وبسبب طبيعة المنطقة وصعوبة البحث فيها صعوب تنظيم حملة بحث نجحة ليفقد 19 شخصا حياتهم بسبب الحدث والانهيار الثلجي الذي تبعه وينضف إليهم آخر لينتهي الأمر ببقاء 16 شخصا قيد الحياة وكانوا رياضيين عازمين على النجاة يمضو 72 يوما وسط الثلوج حتى استطاعوا بلوغ الفرج وسنة 2012 لعب المقابلة التي لم يستطعوا من قبل بلوغها لتخريد الذكرى الأربعين لمرور الحادث الأليم في المرتبة السادسة العائد من الموت مرتين كان بيك ويذرز أحد أفراد طاقم شهد ما عرف إعلاميا بكارثة أفريست ورغم كونه ذا تجربة سابقة في تسلق إلى أنه والفريق المصاحب له كانوا يتوقعون أن تحتاج المغامرة منهم 72 ساعة فقط إلى أن تراجع مخزون الأكسجين وتتالي المشاكل التقنية فرقت بينهم ليحتجز ويذرز في جانب من الجبل منتظرا وصول بقية آضاء فريقه وبعد مرور عشر ساعات حسب وجود خطب دون أن يعرف وقتها بأن قائد المجموعة ودليلها روب هال قد فقد حياته أعلى الجبل وأن الفريق قد قرر العودة من حيث أتى فلما مروا به وجدوه أشبه بجثة هامدة وأعتقدوا أنه لن ينجو فتركوه مستندين على تأكيد طبيب المجموعة ذلك إلى أن المفجأة كانت استفاقة ويذرز من غيببته القصيرة لينفض عن جسده الثلج ويشرع في المشي لسفح الجبل حتى وجد مخيما للمستكشفين ساعادوها للبقاء على قيد الحياة لأنه خسر أجزاء من جسده بما فيه جزء من ذراعه وأنفه جراء لسعات البرد في المرتبة الخامسة كارثة نويت كان يوري ليبنوف في الرابعة من عمره عندما اشتعلت النيران في مفاعل شرنوبل في السادس والعشرين من سنة 1986 وكان منزل أسرته قريبا من موقع الانفجار بنحو ساعتين قيادة بالسيارة وبمجرد انتشار خبر ما حدث أخذتهم والدته بسرعة لمنزل والديها دون توضيح واحتاج الأمر لثلاث سنوات من الصبي الصغير ليفهم وجود خطب ما في المنطقة التي يسكنها فأوراق الأشجار تصبح بيضاء بعد تساقط المطر المشبع بالإشاعات لتبدأ الأشجار نفسها بالتحلل ومع تقدمه في السن لحظ أن من حوله يصابون بالسرطان الواحد بعد الآخر ليأتي دوره وهو ابن الوحيد والعشرين سنة إلا أنه نجح في التغلب عليه وحال استطاعته ذلك انتقل للولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ حياة جديدة ينتقل سنة 2010 إلى مدينة نيويورك حيث اختار أن يستقر ويركز على مساره الفني كرسام في المرتبة الرابعة غرق جاكسون أربعة كان هاريسون أوكين طباخا على ظهر سفينة الصيد جاكسون أربعة والتي سرعان ما أغرقتها الأمواج العالية نتيجة عاصفة قوية لتجهز على ركابها باستثنائه الذي كان في الحمام وقتها وفور خروجه منه وجد نفسه محتجزا في جيب هوائي داخل السفينة الغرقة دون أن يجد طريقة للخروج وبعد انتشار خبر الوقيع استكشفها فريق من الغطاصين والذين فجأهم سمعوا أصوات طرق على بدنها فلما تتبعوا مصدرها وجدوا هاريسون والماء قد وصل كاتفيه وهذا بعد مرور أكثر من ستون ساعة لغرق السفينة لينقذه قبل أن يقضي ساعتين داخل غرفة ضغط لتجنيبه ضرر الفرق بين الضغط الداخلي لسفينة الغارقة والخاص بالبر وقد يعتبر ما حدث معه معجزة ففي العادة ليتجاوز الغطاصون المحترفون عشرون دقيقة في العمق الذي وجدوا فيه هاريسون خوفا من انسحاقهم تحت الضغط لأن هذا الأخير قضى فيه أكثر من ستون ساعة إلا أن ما مر به دفعه للقسم بألا يعود للبحر مجددا في المرتبة الثالثة البقاء على قيد الحياة في رواندا نجى جون لويس مع زينباكا من مذبحة رواندا المشهورة باختبائه في البداية داخل كنيسة مع والديه ومجموع من السكان المحليين المستدفين وبعدما انتبهوا الاقتراب الميليشيات المسالحة منها كان مما نظموا أربعة صفوف دفعية حولها واستخدموا الحجار لصرفهم وإبقائهم بعيدين عن المختبئين داخلها لأربعة أيام متتالية ولما استخدمت الميليشيات القنابل اليدوية لفتح معبر لها على جثث المدافعين عن الكنيسة والمختبئين داخلها السرع للاختباء داخل مزرعة للأبقار منتظر مغادرة المسالحين ليجد نفسه لاحقا مع 11 شخصا مضطرين إلى السباح عبر النهر كيفو ليلتين متتاليتين لبلوغ بر الأمان لأنه كان الوحيد الذي وصل سليما ليعود بعدها بسنة أو سنتين للزيارة رواندا إلا أن آثار المذابح دفعته للهجرة إلى لندن حيث تزوج من ناجية من المذبح نفسها في المرتبة الثانية قفص في الصحراء سنة 1934 اختطف جون روبيلز من طرف مجهولين أثناء خروجها من مدرستها ليتسلم والدها لحقا رسالة تطالبه بفدة لإطلاق صرحها ويتوصل جدها بأخرى مماثلة لتشكل فرق بحث لإيجادها لأن ذلك لم يفلح مدفع بالخاطفين لإرسال رسالة أخرى لعمها وخالها ددوه فيها بقتلها إن لم يتسلم الفيديا في أقرب وقت ممكن لتضطر العائلة إلى جمع ما قيمته حاليا 300 ألف دولار وفي النهاية أطلعت العائلة على مكان إيجادها لتجدها في الصحراء داخل قفص ورجلها مقيدتان بالقطبان تحت الأرض وتطلعهم على أنها بقيت في ذلك المكان لتسعة عشر يوما أكلت خلالها ثلاثة أو أربع مرات فقط ورغم ذلك فور عودتها لبيتها سرعت بطلب العودة لمكان احتجازها حتى تسعيد ورقة نتائجها التي سقطت منها لتريها لوالدتها تزوجت جون فيما بعد وأنجبت أربع أبناء وعاشت حتى عقدها الثامن في المرتبة الأولى في مواجهة النازين جورج ريتشفيلد من الأشخاص الذين استطاعوا إفلات من قبضة النازين أكثر من مرة فبعد تمكن النازين من مقاليد الحكم عرف والداء أن عليه من هرب إلا أنه لم يستطيع تجاوز السياج فرموه لإمرأة في الجهة الأخرى اسمها هالنيكا والتي وافقت على إخفائه وهو ابن تسعة أشهر فقط ومما حكاه من مصادفات مع كتائب التفتيش النازية أنها كانت في إحدى المرات تبحث عن اليهود في كنيسة حضرتها هالنيكا والتي سرعت بطلبها منه أن يتظهر بالمرض حتى لا يقترب منه وفعلا نجحت الخدع لتتوالى الأيام ويعود لتفتيش شقتها فلما أدخلوا سكينا في سريرها الذي يختبئ جورج تحته أصابوه في ذقنه إلا أنه لم يصرخ وانتظر حتى مغادرتهم ليخرج من مخبأه وحالما استطاع الهرب هاجر للولايات المتحدة الأمريكية حيث استمر في إرسال طرود تحتوي على مساعدات متنوعة لها هالينكا رغم استبعاده توصلها بها بسبب سيطرة السوفيات على المنطقة وفي النهاية انضم للجيش الأمريكي وأساس عائلة وقضى أيامه في الولايات المتحدة الأمريكية